السلام عليكم معكم قناة ام دنيا ان شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم جبت لكم حنديركم تاجين الجلبانة بالقرنون في الفور رح نعطيكم كيفاش نطيب القرنون وكيفا نحشيه وكيفا نديره في الفور المهم حنعطيكم كامل سر نجاحه رح ان شاء الله ها نوريكم ونعطيكم لنبقادير وابقوا معي هنا رح ان شاء الله هنا نبدأ للوصفة هنا عندي ملعقة كبيرة انتع سمن وعندي شوية انتع زيت المائدة كيما راكم تشوفو انا رح انبنن المرقة هنا نتاعي برجل انتع الجيج وانتم ما ديروا وش عندكم تحبوا ديروا بالحم تحبوا ديروا وش عندكم مشي شرطة ديروا بزيف جوست برقبان بنن بها هنا ضبت عليهم حبة بصلة كبيرة او حبة بصلة اللي كنت في ميكسيتها وهو دي تخونش تعزروا ديك كما راكم تشوفو وشوية انتع مع دنوس اللي قطعتو رقيق كما را هو باين في الصورة خليه يتقلم ليح انا رح انتبل اضفت عليه فلفل اسود ملعقة تاع فلفل اسود ملعقة انتع كصبر مرحي واندير الملح كما تعرفوا عينكم هي ميزانكم وخلي يتقلم ليح نازد تضبت عليه شوية تاع كوركم اللي راح يعطيني البنة ويزيد لي في البنة ويزيد لي في اللون هنا نسيت ما قلتلكمش بلي درتزو سنينة تنتعثو ميكسيتهم مع البصلة تخلي تقلى مليح حتى اني تحمر هذك الرجل او الاكوي ستاعي والبصلة هتكون فاني تقلى تمليح رايح انضيف معكم الجلبانة انا انا عندي جلبانة كنت من قبل فصصتها اللي هي جديدة على كل حال وضعتها في الثلاجة وغرج بتها وحطيتها تم الجلبانة انتعي رايح فريشكة جديدة نقلها فاني مع التواب الهذوك كامل ونمرق بالمسخون انا هنا مرقت درت اطرة وشويا تعلمها ديروا المعلى ضربة واحدة بسك رح ينسحقوهم بعد وتغلقوا هنا كما راكم تشوفوا شوفوا كيفية هنا وتغلقوا على كوكوتة تاعكم وتخليوها طيب جيح انا هندرت لها عشرين دقيقة هنا حطيتها طيب بجيح وراح ان هننجد معكم الحشوان تاع القرنول انا عندي خمس حبيت تاع قرنول اللي كنت نقيتهم وحكيتهم بالخل عفوا حكيتهم بالقارس ومبعد وليت رجعتهم في الموحة وحصرتهم مليا القارس وخليتهم انا عندي وحميتين وخمسين قرام تاع الافيون داشي انا كان عندي طرف الحم ورحيته في الدار ووضف تعليز وجسنينة انتا ثوم شوية انتا معدنوس وشوية في الاسود والملح رايح نخدمهم كامل مع بعض ندخل كامل هذو كتاوبل في اللابيون داشي تاعي ومبعد ارحان نقري هذيك اللابيون داشي تاعي احنا في المقلعة هذي وضعت شوية انتا زيت رايحان نقريها ما درت حتى كما بتكم درت غير في الاسود والثوم والمعدنوس رايحان نقري هذيك اللابيون داشي تاعكم ووضعتها في طب سي ولا في ننزغي سي بيون خليتها تبرد شوية ونكمل معكم الوصفة هنه حليت على كوكوت تاعي لقيت هذيك الجاج تاعي طاب نحيته كما قلت لكم انا خليت المرقاب باش ما نزيدش المان بعد ووضعت هذيك القرنون تاعي طيب انا هنه القرنون تاعي راح نطيبو نص دياب ما خليش يطيب حتى يذوب ما نقدرش نحشيهم بعد كما راكم تشوفو نكمل معكم الحشواء قلت لكم هنه بعد الابيون داشي مع قريجيته وبخليتها لازم تخليوهاش تنشف خليو هكذا شوية ماها زيت ضفت عليها شوية فورماج فوندو جبن طاري ونخلطو مع الابيون داشي هكذا بالفرشيطة هنه بعد ما طاب القرنون تاعي كما قلت لكم نص دياب نحيتو رايح نحشيه بهذيك الحشواء اللي درت اللي حبي يدير الجاج يدير الجاج انا درته هنه بالابيون داشي نعمر القرنون تاعي ونبعد شوفوه معايا هناني حبيت نوريكم بعد ما طابت الجلبانة هناني مش هندير فرخها كامل هنخلي شوية على السوس عطراكم بعد كين ديروها في الفور رايح تنشف معاكم الجلبانة اللي حب لاسوس يزيد هلا كيما قلت لكم انفرغ ذيك اللي الجلبانة وزرودية كامل اللي طابوا في البلاء اللي يدخل في الفور ها شوفو كيفها خليت لها شوية على السوس ورا نيم خليه شوية على السوس اللي هيتك بجيه ووضعت القرنون تاعي بعد ما حشيته كيما شفته ها راه واضح في الصورة هلا هنه رايح هنزيد عليه فروماجة رابي انشي دار ثم اديروش عندكم هني مشا على الكوشة هنه على 180 درجة خليتها تسخن جيسكي قريبي ذن المغرب تلوحوها طيب لكم واحدة نقول واحدة 15-20 دقيقة هنه بعد ما طابت نحيه تعمل الكوشة هذي هي الوصفة نتانة نهار اليوم كيبا قلت لكم خليت لها سوس شوية بقات لي من هي من جيب بس كرا حتى تنشف ها هي واضحة درت عليها رشان تعمل نوز جيت الله يبارك تشاهي ولبنى وش نقولكم نتمنى شاء الله تعجبكم هاذ الوصفة واذا عجبتكم مجربتوها خليولي تعليق وما تنسوش تابوني اجدد في قناتي ونقولكم مع سلامة وإلى وصفة وإلى فيديو قادم إن شاء الله